المرأة التي تعمل في المدرسة ماذا تسمى؟ معلمة إن شاء الله والمرأة التي تعمل في روضة الأطفال ماذا تسمى؟ موربية والمرأة التي تخدم في الفندق الفلاني تطبخ والدير ومطعم واذا تسمى؟ تسمى الشاف؟ لا نا والمرأة التي تخدم تسمى كذا جينا للمرأة داخل البيت حتى كانت عاملة لكن جينا للمرأة داخل البيت ولقينها باللي هي اللي راي تألم وهي اللي راي تربي وهي اللي راي تطبخ وهي اللي راي تنظف وهي التي تدير الجانب المادي في البيت وبعد سقسا ولو رتقال له ماذا تعمل الأم لا شيء هاي دا كبيرة أنا لا شيء ما أنا باش نقول لي لا شيء هي مشكلة وشانين دي لقاعد دور ديالي مختازل في كلمة لا شيء فتصبح المرأة الآن تعاني من هذه العقدة وذلك بأن تجعل المرأة تخجل من كونها ربت بيت تجعل المرأة تخجل من كونها ربت بيت مفهوم التربية لازم تفهم المرأة ديالي وش ركي الديالي متهمناش ما لش نحكو على عمل المرأة كمان نحكو على دور المرأة في البيت دور المرأة في البيت كونك را كي تربي وتربي أجيال وكي تقري ديري في بالك بل للإنسان عندك دور كبير ومهم ما نبيلا أنت تقومين بها